السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احتلت خطبة الجمعة حضة في قلوب المسلمين كجامعة أسبوعية تلتقي فيها الأجسام والأفئدة لكن هذه الخطبة تراجعت في السنين الأخيرة بشكل ملحوظ وتأخرت عن دورها في إيقاظ وعي المسلمين بما يستجد في حياتهم من قضايا سياسية واجتماعية وقتصادية وفكرية ما وظيفة خطبة الجمعة الحقيقية وما الأهمية التي تحتلها بين سائر عبادات الإسلام وشعائره كيف تأخرت خطبة الجمعة وما أسباب هذا التأخر ما الأثر الذي تركته الظروف السياسية على الخطبة واتجاهاتها وكيف السبيل إلى إعادة الاعتبار إليها أسئلة تدور في فضائها حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تأتيكم على الهواء مباشرة فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأفاضل إلى هذا اللقاء الأسبوعي للحديث عن هذا الموضوع بطبيعة الحال ما هي في الستوديو الدكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا بك أهلا الكريم البداية ما الأهمية التي تحتلها خطبة الجمعة بين سائر عبادات الإسلام ومنظومة الأحكام الإسلامية عموما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله وصاحبه وسلم تسليما كثيرا بعد خطبة الجمعة لها من الأهمية أنها أخذت فرضا مستقلا أنها جاءت فيها سورة باسمها سورة في القرآن باسم سورة الجمعة وأن من شروطها الخطبة فكان السعي لها فرضا زائدا على الفروض الأخرى الخمس صلوات التي هي في اليوم والليلة فكانت أهميتها من هنا أنها فرضا مستقلا وحكما مستقلا وشعيرة مستقلة من شعائر الإسلام هذا من حيث التشريع وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ليوم الجمعة أفضلية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه خرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة كما في صحيح مسلم فلذلك فضيلة هذا اليوم كانت له هذه الأهمية بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحذر يعني أرغب ثم رهب قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يخالف أن الله بين قلوبهم هذا كله ترغيب وترهيب لبيان أهمية هذه الشعيرة نعم لكن في سورة الجمعة دكتور عبد الملك يعني في قول الله تبارك وتعالى يا أيه الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هنا التعويل في هذا الخطاب القرآني بما فهمه العلماء وما ترتب على ذلك من مقاصد شرعية هل التعويل هنا على خطبة الجمعة أم على الصلاة نفسها هما يعني متلازمتان لا ينفكان الصلاة هي أعم فنبه بالعموم على الخصوص يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلا شك أنها ينادى إليها قبل الخطبة ينادى إليها لما يقف الخطيب لما يقف الخطيب على المنبر فيقف المؤذن بين يدي الخطيب فينادي فإذا المنادى تكون متى؟ تكون قبل الخطبة فإذا ندب الشرع الحكيم على الإتيان أن يكون عند المنادى حتى يحضر الخطبة نعم هو إن لم يلحق بالخطبة ولحق بالصلاة صحت منه صلاة الجمعة وأجزائته لكن الأصل هو الإتيان إلى الخطبة والاستماع لذكر الله للخطبة وهذا ما فسره بعض من السلف وجعل الأئمة أن الخطبة شرط من شروط صلاة الجمعة وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافيء ومحمد وغيره لكن هل ثمت سنتحدث سأسألك عن وظائف خطبة الجمعة في الإسلام ما هي الوظائف التي تحققه لكن قبل ذلك هل من علاقة بين خطبة الجمعة وبين أن تكون في يوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي للمسلمين هل ثمت علاقة ما؟ نعم لا شك أن الله عز وجل راعى في التكاليف طبيعة البشر وجعل أن الله عز وجل لم يكلف الناس بما لا يطاق ولذلك جعل وقتها وسطا بين الأوقات لا هي متكررة كل يوم ولا في اليوم والليلة فتمل الأنفس منها وتستثقلها فتتركها بالجملة ولا هي موسمية كرمضان والحج وغيرهما جعلت في نهاية كل أسبوع وهذا الأسبوع هذا الحيز الزماني أو هذه الفترة الزمانية متعارف عليها بين كل الأديان والأمم العربية والأعجمية وغيرها كلها الإسلامية وغيرهما فيعرفون أن هذا المقدار أن المدة الزمنية والفترة تتكون من أيام والأيام تمثل أسبوع ومجموعة سابع تكون شهرا ومجموعة الأشر تكون عاما أو سنة فلذلك كان هذه بما أنه هذا متعارف عليه والله عز وجل يعلم ومطلع على الناس وما يعرفون فلذلك جعلها في يوم وسط لا هو بالذي يشق عليهم ولا هو بالذي ينسونه فيغفلون عنه لما لأهميات يعني الآن أبين هذه الوسطية قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا وانتخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير من الفاسق طول الأمد على أي عبادة تنسيك أحكامها تنسيك إياها لذلك كانت هذه الوسطية في التشريع ملائمة لأن تكون في يوم الجمعة وأن تكون مرة كل أسبوع لا هي بالكثير التي تثقل على المكلف ولا هي بالطويلة التي تخرج عن فائدتها نعم ما هي الغاية التي فردت من أجلها خطبة الجمعة يعني المسلم على اتصال على مدار اليوم والأسبوع بربه سبحانه وتعالى لو هناك صلاة الجمعة ما الغاية من فرد خطبة الجمعة نحن إذا نظرنا نظرة إلى الإنسان في أول التشريع قد لا نرى تلك الأهمية لخطبة الجمعة بالنظرة القاصرة لا بالنظرة الشرعية بالنظرة الابتدائية نرى أنه ليست لها تلك الأهمية لأن الناس في الصدر الأول من الإسلام كانوا يأتون إذا ما سمعوا أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم ولكن هل الإسلام وتشريعاته هي لهذا الجيل أم للناس كافتين إلى أن يريث الله عز وجل الأرض ومن عليها والله قد علم في علمه الأزلي أنه ستأتي أقوام ليسوا على سجية وعلى سنة الجيل الأول جيل النبوة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فتفتر عندهم الهمم وتضعف عندهم الهمم وسيبتعدون عن شرع دينهم حتى ينسونه بالكلية الآن لذلك شرعت صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة على رأي من يرى أنها واجبة فالجمهور يرون أنها مستحبة أو سنة في المسجد جماعة ويجوز للإنسان أن يصليها مفرداً أو في بيته وأهل الحديث والحناب لا يرون وجوبها بل البعض ذهب إلى شرطيتها لكن الآن على فرض نأخذ بكل الرأي نقول من قال بوجوبها أذا صلىها في وجوبها سيصلىها في مصلىها القريب منه فسيلتقي بمجموعة قليلة من الناس لا يلتقي بأعداد كبيرة من المسلمين هذا واحد الذي أصدر لا يرى وجوبها قد لا يأتي لصلاة الجماعة إلا نادراً لكن لما فرضت صلاة الجماعة ومتفق على فرضيتها لا خلاف من مسائل الإجماع التي توارثها المسلمون كابراً عن كابراً وجيل عن جيل ولم يفتي أحد بأنها مستحبة أو سنة وتدخل خطبة في هذا الوجود فهنا كان فيها الخطبة ليتعلم الناس أمور دينهم الآن تجد أن كثير من الدعاة والعلماء يقيمون دروساً ويقومون محاضرات وعضية في مجالسهم ومدارسهم من يأتي إليهم؟ يأتي صاحب الإيمان صاحب الإيمان القوي أما عامة الناس وغالبيتهم لا يأتون إلى مثل هذه المجالس لكن لما أنهم علموا أن هذا فرض مستقل بذاته سيأتون إليه وهنا ستتحقق غاية امتداد التشريع ستتحقق غاية امتداد التشريع لهؤلاء الناس فيسمعون كلام الله يطلع عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المشرفة التفقه في الدين إلى غيره من الأمور التي سيكون مجبراً لذلك هذه من ديموميات الإسلام الله عز وجل ما يعني أجعل شريعة الإسلام كاملة متكاملة فجعل أموراً تديم ديمومتها الظاهرة وأموراً تديم ديمومتها الباطنة كالصيان ونحوه وغيره يعني كلامك يقودني إلى السؤال بالتالي دكتور عن السر الذي جعل صلاة الجمعة الجمعة مقصداً لسائر المسلمين حتى إن من المسلمين من لا يصلي الفروض الواجب عينياً عليه تراه متمسكاً بصلاة الجمعة ما السر في هذا؟ أولاً أن الله عز وجل إذا شرع قال الله عز وجل وأذن في الناس في الحج أتوك رجالة لما أمر إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أبو الأنبياء وسيد الأنبياء وأمر أن يؤذن في الناس في الحج قال يا ربي من يسمعني؟ قال أنت عليك البلاغ ونحن علينا أن نوصله للناس فالله عز وجل يوصل هذه الأمور ويزرعها في أفئدة الناس حتى يقبلوا عليها هذا كأمر غيبي لكن الأمور المجاهدة الناس علموا أنها فرضاً وأن تاركها متكرراً سيلحقه عقوبات من تركه على بعض الآثار والروايات يعني لا أعلم مدى صحتها لكن يقم مثلاً في حديث من ترك جمعتين بلا عذر طبيع على قلبه نعم فالناس من هذا القضية يعني لذلك تجدهم أن عندنا في الصيام قد ناس تصوم ولا تصلي أو دينها رعيف لكن لما يأتي الصيام تلتزم به فالله عز وجل يعلم أنه ستأتي أقوام يكونون على هذه الصفات فجعل لهم ما يصلهم بالله عز وجل دكتور يعني الإسلام بناء محكم متقن البناء كل لبنة فيه لها دور ووظيفة محددة من هذا المنظور ما هي جملة الوظائف التي تقوم بها صلاة الجمعة ما هو الدور أو ما الدور المنوط بها لأدائه في جموع المسلمين في المجتمعات المسلمة في حياة المسلمين عموماً نعم جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه واشتد غضبه كأنه نذير وعلى صوته كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ليوم الجمعة تختلف عن سائر مواعظه وخطبه التي يخطب فيها كان في يوم الجمعة في يوم الجمعة له أخصية معينة أي أن في ذلك اليوم يتصف بمواصفات معينة تبين أهمية هذه القضية وأن لها وظيفة ودور في الحياة الاجتماعية للناس سواء الحياة الدينية أو الحياة الاجتماعية التي يمارسونها من هنا جاءت أهمية الجمعة لذلك لما يقول كأنه نذير جيش هذه الكلمة عامة يندرج تحتها النذارة من كل شيء النذارة من عقوبات الآخرة النذارة من فتن الدنيا النذارة النذارة من المشاكل النذارة من المحارم التي ينتهكها الناس النذارة من الابتعاد عن المأمورات التي أمر من الله عز وجل بها أن يفعلوها ويتركونها ويتخلون عنها هذا مفهم العامة الآن أدت الخطبة يعني أنا أجزم أن أحدى ديمومات الإسلام وديمومات امتداد فقه الناس لدينهم هي صلاة الجمعة كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الآن لو قلنا أن الجامعات والمدارس والمعهد وقد كررت هذا القول من يذهب إليها؟ يذهب إليها الذي يعني هو يريد أن يريد هذه القضية لكن هذه ذهب ليتعبد ذهب فقط ليتعبد لأن عبادة أعلم أنها فرضت عليه القضية ليست طوعية ليست طوعية فذهابه هذا الإجباري سيؤدي بالتراكم إلى أنه يفقه في دينه وتستمر ديمومة الحياة حتى وإن ظهر جيل يذهب ويكون يسقط فرضا لكن الله عز وجل جعلها سبب للديمومة من هذا الجيل تظهر أجيال أخرى ترعي حق الإسلام وتتفقه في الدين لذلك كانت من مقاصد الجمعة اجتماع المسلمين وقوة التآصر بينهم من مقاصد الجمعة بيان كثرة عدد المسلمين وأن أمة الإسلام لا زالت أمة بخير للطلاع على أحوال الناس الفقير والضعيفة يحسن بعضهم على بعض الموعظة تذكير الناس بالله وبأيام الله وتذكير الناس بالآخرة وتذكير الناس بما افترض الله عز وجل التفقه في الدين حل المشاكل والمعضلات التي تطرأ على المجتمعات تجد الخطيب أنه وهو من واجبه ومن واجبات الخطبة هذه من مقاصد الخطبة أم من وظائفها دكتور لو ميزنا بين المصطلحين هذه من مقاصد خطبة جمعاً أن هذه الأمور أن الناس سيظهرون الشعيرة من شعائر الإسلام أن الناس ستتقوى أواصرهم ولقد رأينا بالتجربة أن كثير من المشاحنات بين المسلمين انتهت وعادت القطيعة بينهم إلى ألفة بسبب حضرهم صلاة الجمعة الجماعة ابتداء ثم الجمعة لمن يحضر الجماعة فقد قامت بالدور الأكبر لكن الذين لا يحضرون الجماعات الذين يحضرون الجمعات لقد ساهمت في حل مشاكل كثيرة بس مجرد أنت كل ما تأتي كل جمعة وترى هذا الذي لك معه خصومة يتكرر المنظر يتكرر المنظر سيألف قلبك ورؤياه في زمن أنت كنت لا تريد رؤياه مما يقلل الفجوة بينكم فإذا ما دأب المصلحون أو أوسع المصلحون لإصلاح بينكم ذللت العقبات والصعاب فاصطلحتم مع بعضكم هذا مهمة كبيرة جدا معذرة دكتور قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أعرف منك كيف يمكن لخطبة الجمعة أن تؤدي دورها خصوصا في وقت الحوادث والنوازل الكبرى التي تنزل بالأمة الإسلامية كيف يمكن أن تؤدي دورها ووظيفتها هنا في هذا المقام وهو إذا أحسن الخطيب إذا أحسن الخطيب القيام بهذه المهمة وكان على علم وكان على دراية بما تحتاجه الأمة في تلك الفترة أدت خطبة الجمعة دورها فهذه تعود طبعا والناس تتفاوت يعني يتفاوتون من حيث المراتب بالخطابة من علماء ودعاة وطلبة علم إلى في ناس مثقفين إسلاميا وفي ناس يعني أنه بس مجرد عنده إمكانية الكلام وعنده جهورة الصوت وعنده سلاسة في الكلام ويحفظه كريمتين ثلاثة ويطلع يلقيها في خطبة على الناس فرق بين هذا الذي يكون مثلا أدنى الناس وبين الذي يكون عالما على الناس وأيضا الظروف المحيطة فهي دائما وخطبة الجمعة مهما قلنا عنها فهي لا شك أنها تؤدي وظيفة كبيرة في الإسلام نعم هذا له حديث له تتم لكن بعد الفاصل ماذا بقي من وظائف تؤديها خطبة الجمعة في وقتنا الراهين هذا ما نبحثه بعد العودة من فاصل قصير اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا في الحديث عن خطبة الجمعة ووظائفها في حياة المسلمين والحديث دائما مع الدكتور عبد الملك القصم الباحث الإسلامي وجدد الترحيب بكم دكتور ربما لم يعد يختلف مسلمان في هذا العالم بشأن تراجع أهمية ودور خطبة الجمعة في واقع المسلمين انطلاقا من هذه الحقيقة ماذا بقي من وظائف تؤديها خطبة الجمعة قياسا بمجمل الوظائف الملقات على عاتقها أطلب منك خير كريم أنه تعيد عليه السؤال بعد قليل لأنه سأقدم توطئة عن سبب التراجع حقيقة التراجع ليس على خطبة الجمعة في حسب إنما التراجع شمل جوانب كثيرة من جوانب حياة الإسلام والمسلمين فكذلك الخطبة فهو تناسب طردي مع الكثير من المسائل من دور المسجد نفسه دور الصلاة نفسها دور الخطبة دور شعائر الإسلام دور طلب الناس للتفقه في الدين طلب العلم التفاف حول العلماء دور العلماء هذه كلها أخذت تراجع فكذلك ينسحب هذا الأمر على الخطبة الجمعة فليس خطبة الجمعة وحدها هي ما أدت إلى تراجع هذا يعني من باب سنبحث أسباب هذا التراجع دور لكن قبل الحديث عن هذه الأسباب السؤال هو ماذا بقي من وظائف تؤديها في وقتنا الراهن من مجمل الوظائف التي هي شرعت من أجل أدائها نعم إذا أردنا أن نستذكر مثلا الأمر بالمعروف أنه يعني منكر بيان شرع الله عز وجل للناس من خلال خطبة الجمعة لا زالت الخطبة خطبة الجمعة تقوم بالدور الكبير لا زالت وإن تراجعت وهذا التراجع ليس في زمننا هذا فحسب وإنما مرت في على تاريخ أمة الإسلام ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثين سنة مرت بحقب مظلمة كثيرة وتراجعت فيها دور الخطبة إلى أبعد الحدود بل حتى وصل يعني ذكرت لنا كتب التاريخ والسيرة إلى أن خطباء يرتقون المنابر يتكلمون بأمور تافهة بل أحيانا هو لا يعرف عن ماذا يتكلمون وهذا ما وصلنا إليه اليوم هذا الآن بوجود دكتور الآن منابر عريقة وكبيرة في العالم الإسلامي وهي مركزية ومرجعية تبحث قضايا في فروع الفقه بينما يستباح الإسلام والمسلمون السؤال هو أنت تفضلت بالحديث عن أن الخطبة ما زالت تقوم بدور كبير إذا كانت هذه المراجع الكبرى من المنابر تتحدث عن قضايا فرعية لا اهتماما للمسلمين بها جملة المسلمين وإذا كانت الفضائيات تؤدي دور تبيان الحقائق الشرعية للمسلمين وإذا كانت الصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي الأخري ماذا بقي من دور حقيقي يمكن أن تقوم به خطبة الجمعة الجمعة عندما يدخل الإنسان في صلاة الجمعة يعلم أنه في عبادة مع الله عز وجل فسيكون التأثير يختلف عن التأثير من خلال قنوات التلفزيون ومن خلال القراءة لأن القراءة هي متوفرة ولكن القراءة متوفرة لمتابعيها لكن خطبة الجمعة متوفرة للجميع يعني أنا أحسب أن الإنسان سيمتث الأمر الله عز وجل ماذا قال قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ثم وذروا البيع وذروا البيع إذن أترك كل شيء ثم في الآية الأخيرة وإذا رأوا تجارة أو لهوة نفض إليها وتركوك قائمة وما عند الله خير من أن لهوة من التجارة هذه اللصوص بتضافرها جعلت الإنسان يترك كل شيء بيده ويذهب لصلاة الجمعة في الوقت الذي هو لا يقرأ الكتب من أجل وظيفة محددة نعم هو يتعبد لكن هي أنت أنظر يعني أنت من حيث لا تشعر أنت من هذا الإنسان من حيث لا يشعر ممكن أنا أذهب أختار الخطيب الجيد وممكن أنا أختار خطيب من نوع معين ممكن لكن العامي الذي سيختار أي مسجد قريب إليه سيذهب إليه من حيث لا يشعر هو ذهب لا نشكك في نوايا الناس لكن خلنه سلم جدلاً فلنسلم جدلاً أنه ذهب ليسقط فرضاً عنه هذه العشر دقائق أو الربع ساعة أو العشرين دقيقة التي جلس فيها لا شك أنه استفاد كلمة أو كلمتين أو استفاد نصف الخطبة أو استفاد أمراً فانعكس عليه بالتراكم وبالجمع التراكم الجمعي سيتغير حال هذا الإنسان المستمع وهذا كم؟ انظر إحنا كم عدد مصلين يوم الجمعة؟ الآن إذا ذهبت إلى أي مسجد لكن معذرة منك دكتور هنا نقطة أريد أن أركز عليها استوضيحها منك أكثر إذا كانت خطبة الجمعة مثلاً تتحدث عن فرائض الوضوء وسنن الوضوء وشروط الوضوء مثلاً في وقت كان فيه مثلاً بيضة الإسلام تستباح هل يكون المسلم حقق من فائدة ينبغي أن يحققها في هذا الزمان وهذا المكان بالضبط مثلاً؟ لا شكوة باتفاق عقلاء المسلمين أن على الخطيب أن يرأي حال الأمة هذا من التفقيل عليه لكن لا يخلوا لا تخلوا خطبة من فائدة لا تخلوا حتى وإن تكلم عن أسباب عن الوضوء وشرائط الوضوء هذه القضايا لها سببه التي تريد أن تتكلم عنها يعني أسباب التراجع أسباب التراجع يا شيخ الكريم ويا أستاذ العزيز الفاضل أسباب التراجع هي لها عوامل وإن سبقتني لكن لا بأس يعني تفضل ما هي هذا المواضع متداخل تفضل يعني هذه لها عوامل داخلية وعوامل خارجية العوامل الداخلية قلت بضاعة بعض الخطباء العلمي هذه نتائج لا 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 هو أنا المتصدر المتصدر نحن ليس كل مساجد المسلمين المتصدرين فيها بشكل رسمي أو تابعين لأوقاف الحكومات وإنما أغلبهم يعني هو هذا الموجود هذا الموجود إنسان يعني بنى مسجدا أو وثق بفلان لأنه كلامه لبق وكذا أو عنده بعض يحفظ بعض الآيات من القرآن وبعض الأحاديث ويعرف يستطيع أو يعرف كيف يوجهها فيرتقي وعنده شجاع عدبية يرتقي المنبر فيكون خطيبا هذا يعني عنده بضاعة قليلة من العلم فقلة البضاعة هذا واحد الأمر الثاني من نسبة الأمور الداخلية قد لا يعني يعرف أهمية الخطبة ومكانتها ورغم أنه هو خطيب أنا لا أقول الكل لأن كثير لا زال في الأمة خطباء يعني الأمة صحوة الأمة لهم فيها قدم يعني قدم السبق لهم فيها قدم السبق والقدح المعلّة نعم لا زال لا زالوا يثيرون في الأمة الحماسة ولا زالوا يبينون الأمة وينورون لها الدرب ولا بفضل الله عز وجل الأمة أمة خير لا تخلوا من قائم لله بحجة لكننا نتكلم عن الناس الذي هم يعني يسقطون فروض هم بمصليهم يعني حتى الخطيب جاء يسقط فرض لذلك هذا مثلا قلة البضاعة العلمية هذا يعني العوامل الداخلية عدم فهمه لواقع الأمة وما هي أهمية خطبة الجمعة لما هل هي خطبة الجمعة لأنه يسقط فرض؟ أملي وأنه يبين أمورا ثالثا عدم معرفته بحال الناس يعني هو يخطب في واد والناس في واد ممكن تكون حاصلة مشكلة يعني أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا القدر لكن أنا أضرب لك مثلا أنا يوم كنت خطيبا في منطقة حديث عهدين بها هذه المنطقة سبحان الله حصلت فيها حادثة قتل قام إنسان متهور في ساعة غضبه وجيرانه في خدر فقتل منهم عدة أشخاص وجرح آخرين بجروح خطرة فثارت ثائرة العائلتين وراد الناس أن يقتتلوا فجاء إلي بعضانه طبعا غريب على الناس فجاء إلي بعض العقلاء قالوا يا شيخ أنت خطيب والناس تسمع كلامك وحصلت عندنا هذه المشكلة وكذا يعني كانت يوم خميس مساء أو يوم أربعاء مساء وجاءت بعدها بيوم ويوم يجمعوا الناس محتدمة وتحمل السلاح وتريد أن تسفك ما تسفك من الدماء فتكلمت بما فتح الله عز وجل علي فهدأت الأنفس سبحان الله وثم ذهبت إليهم إلى مجلس العزاء وكلمت هنا خطبة الجمعة حققت هدفهم ولكنه هدف جزئي مؤقت استثنائي أنا ماذا أتكلم أنا أتكلم أننا عندنا في كل حالة عندنا أمور خاصة بمجتمعك الخاص وعندنا أمور بالمجتمع العام لما تكون أمور المجتمع دائما الخطيب يترك أمور الدين ودائما نقول قال الأمة والأمة والأمة لأنه أيضا سيضيع على الناس كثير من شرائدينهم أن يوازن بين هذه وهذه لكن أقول لو حصل الناس عندهم مشكلة معينة وهو يخطب عن النضوء هذا لا يعد خطيبا ناجحا كذلك أن الأمة تتعرض إلى هجمة قوية في مرحلة من المرحلة طبعا الأمة متعرضة إلى الهجمات منذ عقود أسباب الخارجية دكتور أما الأسباب الخارجية فهي الضغوطات التي تمارس على الخطيب وهذه الضغوطات نوعين إما ضغوطات حكومية من أجهزة أمنية عندها تريد أن يخطب يعني أجهزة أمنية مؤدلجة تريد أن يخطب الخطيب وفق مسار معين لا يخرج عن هذا المسار محما كانت الأمور وإلا يهدد بالحبس أو بالإقصاء بالفصل من الوظيفة والعوامل الأخرى أيضا من العوامل الخارجية العوامل الاجتماعية ممكن يخطب الإنسان في مجتمع قد اعتادوا على نمط من الحياة معين ولا يريدون أن يخرجوا من هذا النمط المعين فإذا ما قام داعية أو عالم أو مصلح فبيّن لهم أن هذا النمط فيه مخالفات شرعية كثيرة قامت قائمتهم وثارت ثائرتهم حتى أن الناس قد كذبوا الأنبياء وحاربوهم ولا زالت دعاة والمصلحون يحاربون بل يشنون به إلى السلطات ويتهمون بشتى التهم حتى يقصى هذا أيضا عوامل خارجية تسبب هذا النوع نعم دكتور ماذا عن الأثر الذي أحدثته السياسة أو الظروف السياسية في خطبة الجمعة سواء صعودا أم هبوطا هذه التتبع نحن الآن الخطباء على نوعين خطباء هم تابعوا للحكومات يعني مؤسسات حكومية بشكل رسمي بشكل رسمي يعني موظف مثل أي موظف آخر وخطباء لا يمتون إلى هذه القضية أولئك تدفعهم إيديولوجياتهم ومناهجهم والأفكارهم التي تربوا عليها أما هؤلاء فيكونوا انتبعا لسياسة الحكومة لأنه هو هنا بخير النظيرين إما يمشي على هذا الخط التي تريده العكومة وإما هو يقصى أو يحبس أو يعاقب أو يسجد فهذه هي يعني للناس فلما تكون هذه القضية بهذا الشكيل تجد أنه والغالبية العظمى من النوع الأول نوع الذي هم يعني موظفين رسميين تجد لذلك أن تجد أغلب الخطباء يتبعون سياسة الدولة والدولة لها سياسات معينة هي لا تهتم بأمور الإسلام كونه إسلام إلا ما يوافق مصالحها عندما تكون القضية هي متعرضة لها أو الهجم هي متعرضة لها تريد من الخطيب أن يحث الناس على نصرة هذه القضية هذا الواقع هل يمكن قول أنه فرغ خطبة الجمعة من مضمونها وقيمتها الحقيقية؟ فرغ ليس كل خطبة الجمعة ليس كل خطبة الجمعة فرغ كثير لكن لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد أن ولو اجتمعت كل حكومات الدنيا أن تفرغ كل خطب المسلمين من هذه القضية نعم لكن في النهاية لا تستطيع ربما أن تفرغ كل خطب المسلمين لكن الفائدة ستنحسر بشكل كبير نعم تنحسر لا شك وهنا أنت قدتني إلى السؤال عن مضمون خطبة الجمعة هل اختيار موضوع خطبة الجمعة في الأصل ينبغي أن يكون من اختيار الخطيب له حرية في اختيار الموضوع وبالتالي في المدينة الواحدة وفي الدولة الواحدة لدينا أكثر من خطبة الجمعة أم أن الأصل أن تكون موحدة خطبة الموضوع؟ الأصل عائد إلى الخطيب إذا كان عارفا عالما يعرف ما يريد أن يوصله للناس وما يحتاجه الناس هذا الأصل الأصل أن لا تكون الخطبة موحدة في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين بعد ذلك لا تكون خطباً موحداً بل أن لأهمية الخطبة كان يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه لأهمية الخطبة و أعظمتها فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى تولى أبو بكر ثم الخلفاء الرشدين ثم باقي خلفاء كيف كانت علاقة الدولة في صدر الإسلام بالخطبة؟ لم كانت الخطبة شعيرة الناس وكان العمال و الولاد هم القائم عليها فلكن لما ضعف الدين عند الناس أوكلت إلى العلماء و إلى الدعاة و إلى الخطبة لكن ماذا يعني قادنا السؤال إلى هذه القضية؟ سؤالك الذي قادنا أنا سألت عن مضمون خطبة الجمعة قلنا أن موحد الآن هذا الموحد سيلاح ذو حدي إذا كانت الخطبة الموحدة غير مسيسة و إنما يجلس علماء أو مجلس علم كبير و يراعي حال الناس و يراعي ظروف الناس و يراعي مصالح الأمة و يراعي نبذ الخلافات التي يعني ممكن كل خطيب هذا يجر بالطول و ذلك يجر بالعرض و هذا يسفه ذاك و ذاك يسفه هذا فلا شك في مثل هذه الحالات أن تكون خطبة الجمعة موحدة أفضل لأنها ستكون مبنية على دراسة علمية من قبل مؤسسات علمية و من قبل كوادر علمية تعرف مصطحة الأمة و تقيدها بقيودها أما إذا كانت هي مجرد لإرضاء سياسات الحكومات فلا أرى أن في ذلك مصطحة بل على العكس من ذلك هنا السؤال يعني مهمة الخطيب دكتور عبد الملك هل هي مهمته إشعار الناس في مشكلة بوجود مشكلة ما في المجتمع المسلم أو في الأمة الإسلامية أم أن وظيفته تتعدى ذلك إلى إظهار و بيان المشكلة ثم الحديث عن طرق الحلول لها من منظور شرعي بالنسبة نفترض الآن بناء على سؤالك نفترض الإجابة تكون عن خطيب واعي و مدرك خطيب واعي و مدرك لا نتكلم عن الخطيب يعني خلونا لنقول خطيب افتراضي في الأصل نحن نقول نقول خطيب افتراضي أن يكون كلا الدورين له أن يكون له كلا الدورين إذا الخطيب الافتراضي أما الخطباء الذين جاءت بهم الأقدار يعني جاءت بهم الظروف وجاءت بهم كذا هو أصلا لا يحسن هذا القضية ابتداء إلى من عصم الله عز وجل يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل الدكتور يعني الواقع الآن في الأمة الإسلامية هذه الشعيرة المهمة والخطيرة والتي أنيط بها أدوار ووظائف ومسؤوليات كبيرة ملقات على عاتقها إلى أي مدى تأثرت بعدما تحولت إلى وظيفة شأنها في ذلك شأن سائر الوظائف في الدولة يعني يحصل الخطيب على راتبه الشهري وبالنهاية يعني ما مدى الأثر الذي أحدثه في خطبة الجمعة من حيث أداؤها وظائفها وأدوارها هذا ليس على إطلاقه يعني إذا كانت هذه الوظيفة كونها وظيفة تابعة لأجندة سياسة معينة فلا شك أنه تؤثر سلبا أما إذا كان صح هو موظف إحنا عملنا في دول وشفنا يعني كثير من المجتمعات صح هو الموظف الخطيب موظف عند هذه الدولة لكنه لا تدخل في الخطبة إلا إذا أراد أن يخطب في أمور تؤثر على حياة المجتمع أو تثير البلبلة أو تثير الفتن في الناس ممكن يعني هنا يضع له حد أما هو مطلق الحرية يعني قليل من الدول التي تعتمد بقضية الخطبة الموحدة يعني تكاد تكون معدودة على لد أما أغلب مدن بلاد المسلمين وإن كان الخطبة هم موظفون لديها إلا أنها لا تقيدهم تقيدهم بأطر عامة أطر عامة أما لا تكون الخطبة موحدة تكون الخطبة من اختصاص الخطيب هو يحضرها وقد عشنا في ذلك رتحا من الزمن على هذه القضية نعم يعني سنتكلم في هذا أيضا عن سبل إعادة الاعتبار إلى خطبة الجمعة لكن بعد العودة من فاصل قصير بعد الفاصل الأخير نبحث مع ضيفنا سبل استعادة خطبة الجمعة مكانتها والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك اشتركوا في القناة أهلا مرة أخرى إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نخصصه للحديث عن استعادة أهمية خطبة الجمعة بما ينسجم مع دورها في صوغ أفهام المسلمين إزاء قضايا عصرهم دكتور عبد الملك تحدثنا كثيرا حتى نحن نعيش في الواقع ونسمع الناس وكلامهم كثير من الناس بات زاهدا في خطبة الجمعة بات يذهب لكي يلحق الصلاة فقط كثير منهم يتحدث عن نفسي يقول أنا أكمل نومي في خطبة الجمعة يعني هذا الواقع المأساوي لهذه الشعيرة العظيمة في الإسلام كيف يمكن إعادة الاعتبار لهذه الشعيرة بحيث تستعيد مكانتها وأهميتها وتؤدي دورها المنط به أو المنط بها أستاذ الكريم هذه القضية يجب أن تناط إلى أول الشأن يعني علماء الأمة المؤسسات الدعوية المؤسسات العلمية الهيئات العلمية أن تقوم ولكن يعني للأسف نحن نشهد واقع لا يتفق عليه أحد يعني قضايا أخطر من هذه القضايا لا تستطيع هذه الآيئات أن تقوم إلا بالدور إلا أن ترشد من يسمع لها لأن أصبحنا أو وصلنا إلى حال أن أغلب المجتمعات الإسلامية لا تستمع إلا من يكون أمره صادرا عن أمر الحكومات فإذن الآن أصبحت هذه مناطة بالحكومات لأن هي الوحيدة القادرة على أن تقوم بهذا الدور وإذا تخلت الحكومات فيعني نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمر هذه الأمة أمر الرشدة أن يهيئ لهم يعني من يقوم لهم بهذه القضية وإلا المجامع العلمية والمجامع الإفتائية والمجامع الدعوية والمؤسسات هذه كلها وقد الناس يعني هم لم يتخلفوا الناس قد عملوا مؤتمرات وعملوا ندوات علمية وكتبوا رسائل للمسجد ووضعوا صفات للخطيب وهذا منذ عقود لكن لما تأخذ حيزة تطبيق لماذا؟ كيف تأخذ حيزة تطبيق؟ المشكلة لا يوجد لها دعم ولا يوجد لها مراعاة وليس هي فقط أموحظم جوانب الحياة يعني نحن لا نريد أن نقول أن القضية أنه خطبة الجمعة هي المستهدفة إنما مستهدفة كثير أمور حتى قد لا تمت كونها عبادات مستهدفة الآن المجتمعات الإسلامية مستهدفة في كيانها ومكوناتها في أمورها الاجتماعية ناهيك عن عباداتها ودينها فهذا الاستهداء فالآن أصبحت مشغولة بأمور أخرى تجعل من الصعوبة بما كان في هذا الزمن في هذه السنين أو في هذا العقد من الزمن الرجوع إلى وعادة التوازن وهذا أمر بيد الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يعني يعيد هذه الأمة إلى طريق الرشادي والرشد فلذلك الأمر هو صعب لكن تبقى أماني ويبقى القائمون قد أدوا ما عليهم لكن من الذي يقرأ هل الآن كل خطيب قد قرأ رسالة المسجد قد قرأ ما أفتت به المجامع العلمية قد قرأ لا يقرؤون المشكلة معظم الخطباء وخصوصا الخطباء الجدد أما خطباء القدمة كان لهم من الثقافة ولا لهم من العلم ولهم من المتابعة ولهم من الاحترام ومن إعداد الخطبة أنهم يتابعون كل ما يكتب وينشر في حول هذه القضايا أو معظم ما يكتب وينشر الآن لا يقرؤون الآن إذا أراد أن يخطب خطبة معينة ينزل على النت أو على هذا ويرى أي خطبة جاهزة لأي عالم قد خطب خطبة في أي دولة ويرى أنها خطبة لطيفة وأدلتها منظمة ومنمقة فحفظها واستظهرها ثم إما بقراءة بالورقة أو على قلبه استظهارا وقرأ بها على المصلين وانتهى تظهر نعم هذه قد تفيد خير من الذي الأصل ليس له شيء أقل لا قد جاء إلى خطبة قد تعب فيها غيره وعدها لكن القضية وهنا القضية هذه ستحجبه عن قراءة ما هو أكبر إذا بقينا نعتمد على الأمور الجاهزة سينحسر العلم أصلا فضلا على الخطبة وهذا سبب انحسار حتى العلم الآن تجد خطيب يخطب على المنبر تجده يرى يعني في مساء الخلافية يخوض فيها في المساء الذي يسعها الخلاف فيخوض ويرجح قولا واحدا ويجعل باقي الأقوال ليست من دين الله وهي بدعا من القول وهي ضلالة في النار في الوقت التي هي أصلا قد اختلف فيها سلف الأمة وقد وسعهم الخلاف فلا يسعهما وسع سلف الأمة هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب عدم سعة الاطلاع وعدم سعة قراءة هذا الخطيب لذلك يجب أن نستغل مثل هذا البرنامج ونوجه الرسالة التي وجهها سلف الأمة الصالح أن الخطيب يعد الخطبة أعدادا جيدا أن يشعر ينوي ابتداءا أنه يتقرب بهذه الخطبة إلى الله عز وجل وأن هذه الخطبة سيحاول أن ينفع بها عدد كبيرا للناس يأخذ كليات الإسلام يأخذ عمومات الإسلام يؤلف بين قلوب المسلمين يحاول أن يبين لهم شرائع دينهم أن لا يتشعب في مواضيع في خطبة واحدة حتى لا يضيع على المستمع آلية التلقي كل هذه الأمور يجب أن تراعى الآن نحن نقول للخطبة أنتم الآن على ثغر من ثغور الدين وثغر من ثغور الإسلام في الوقت التي الأمة تداهم من كل أقطارها وتنتقص من كل أطرافها فنقول يا خطيب المسجد أولا عليك أن تطلب العلم الشرعي وبالنسبة لطلبة العلم والذين هم أيضا غالبية وكتر يعني نسأل الله أن يبارك فيهم وفي عملهم نقول نحاول قدر ما نستطيع أن نبتعد عن المسائل الخلافية التي وسع السلف الخلاف فيها خصوصا وأن نوجه الأمة ونبعدها عن الخرافة ونبعدها عن البدع الأضال المضلة وليست الأمور الخلافية نعتبرها ونضعها موضع البدع ونجعل الدين كله عليها ونبني ونؤصل ونفر عليها وإنما الأمور البدع التي هي محدثات في الدين الكبار التي هدمت الدين أن نبذ الشرك نبذ العنف بين المسلمين والتواصي بالتراحم والتواد بين المسلمين الآن كثير المسلمين في هذا المسجد لا يسلم على الذي في المسجد الآخر هذا الإمام الخطيب يسفه الإمام الخطيب الآخر ولا يسلم عليه ويضلله ويبدعه وهذه من الأمراض السلوكية وهذه من الأمراض السلوكية وسببها كلها قلة العلم بمنهج سلف الأمة الصالح في التعامل في المسائل الخلافية وإلا المسائل الخلافية لا هجر فيها ولا تباغض ولا تحاسد كان إمام أحمد رحمه الله يقول خير من عبر النهر إلى خراسان إسحاق بن راهويه ولا يزال يخالفنا في بعض الأمور ولا زال الناس يخالف بعضهم بعضا والآن لو رجعنا إلى عهد الصحابة رضوان الله علم لو وجدنا أن هناك كثير من المسائل اختلفوا في فهمها وفي الإفتاء فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنه خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم خير أصحاب رسول الله أم المؤمنين عائشة وأمات المؤمنين وغيرهم من فقها الصحابة قد اختلفوا ولم يتفقوا على كل المسائل وكذلك سلف الأمة الصالح أبو حنيفة ومالك والشافي وإحمد الحنبل وسفيان الثوري وإسحاق براهويه والأوزاعي وغيرهم وغيرهم كلهم لهم أقوال لهم وإذا وسعهم هذا الخلاف ولم يضلل بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا ألا يسعنا ما وسع القوم وهم سلف الأمة الصالحة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لذلك نوصل الخطيب أن يكون أداة جمع للمسلمين أداة تأليف لقلوبهم وينزل إلى مشاكلهم ولا يبقى يعيش في صومع أو في برج عاجي له راتبه وهو في غنى عنهم ولا يرونه إلا يوم الجمعة ألقى الكلمات المنمقة ثم خرج ولا يعرف ما عند الناس من مشاكل هذا لا يعد خطيبا الخطيب يجب أن يكون مؤثرا في قلوب الناس قبل أن يؤثر في أسماعهم نعم هذا في حالة كان الخطيب يتمتع بالمعايير الكبرى والعليا التي تؤهله لأن يكون خطيبا للجمعة لكن قبل ذلك دكتور أريد أن أسألك عن دور المؤسسات العلمية التي انتشرت في العالم الإسلامي وكبرت وهناك مؤسسات علمية شرعية إسلامية كبيرة تحظى بضعم الدول قبل ذلك الآن ينظر كثير من المسلمين إلى خطبة الجمعة على أنها هي منبر لتمرير رسائل السلطة وينظرون إلى الخطيب على أنه بوق لنظام الحكم ما خطورة العلاقة بين المصلين بين المسلمين وبين هذه الشعيرة في ضوء هذه النظرة هذا موجود نحن لا ننكره موجود نعم كثير بل هناك يعني منابر منابر كانت تحتل في قلوب المسلمين مكانة عظيمة تحولت إلى نحن لا نلاحب هذا المصطلح أنه بوق بوق السلطان وكذلك لا نلاحب هذا المصطلح هذا كلام الناس لكن كلام الناس التحول إلى أنه مجرد يمرر أجندة سياسة حكومته وهذا يعني كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين الأمة تعرف ما تعاني ما تداعيات هذه النظرة من المسلمين إلى خطبة الجمعة وخطيب الجمعة كيف سيكون مستقبل العلاقة هناك التداعيات التداعيات تناسبها عكس كيف الله عز وجل يجعل القبول فأنت لا تستطيع أن تملك عواطف الناس إذا ما أراد إذا رأى المستمع أن الخطيب يعمل وفق أجندة معينة بعيدة عن مشاكل الأمة وهذا سيرفضه ماذا نصنع له لا نستطيع أن نصنع له لكن نقول نقول على الخطيب أن يتق الله أنه هو يعني أليس أليس الخطبة هي باب من أبواب الجهاد في سبيل أليس هو مكلف بالجهاد في سبيل نعم فليعتزل أو ليحاول أن ينصح هو الذي يقول بالتناصح أليس مثل هذا الخطيب يقول بالنصح لولاة الأمور طيب يعني معذرة دكتور بقي معي دقيقة لكن ربما دعوتك إلى الاعتزال للخطباء هي ربما تكون أشبه بنفخة في رماد باعتبارها وظيفة يحصل منها أجرا قبل الختام بدقيقة من فضلك دكتور المؤسسات الشرعية الكبرى ما دورها في هذا السياق في إعادة القيمة إلى خطبة الجمعة نحن نعرف أن مشاكل المسلمين كثيرة لكن نحن مضطرون لأن نركز تفكير أنها في خطبة الجمعة في هذه الحلقة نعم المؤسسات قلت في السابق قبل عقود قامت بهذا الدور ولكن نريد من المؤسسات أن تواصل لأن الآن المؤسسات شغلت بأمور أخرى الآن المؤسسات شغلت عن خطبة الجمعة بأمور أخرى أيضا أقحمت من حيث تريد أو لا تريد في المشروعات السياسية المفروضة على الأمة أقحمت فتشتت جهدها لذلك وهؤلاء الناس يعني حولهم وقوتهم ضعيفة لذلك نسأل الله عز وجل أن يعينهم ولكن نقول لهم أن لا يفت في عضدكم ركزوا ركزوا على الذي يؤثر في الناس ركزوا على الخطيب ركزوا على الخطبة أوعظوا الناس أنت إذا أصلحت من يصلح المجتمع يعني كما تعد تعد معلما في مدرسة أنت بينما أنت حصل عشر طلاب وتعلمهم القراءة وكتابة أم تعلم معلما يعلم مئة طالب فالقضية بهذا المستوى لذلك نقول يعني نتمنى أن تنهض هذه المؤسسات بالدورة الملقى على عاتقها وأن تستمرها وأن تركز على الخطيب تركز على الخطيب وعلى الخطبة الجمعة ولأنه ولا يفت في عضدها ما شغلت به الآن وماذا يعملون يعني كل الناس تريد منهم كل شيء كل الناس تريد من هذه المؤسسات أن تفعل كل شيء والمخرج يريد مني أن أنهي الحلقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الملك القصب شكرا جزيلا لك مرة أخرى مرحبا بك وفي الجمهور الكريم وشكرا جزيلا أهلا بكم دكتور في ختام هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكرا الدكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي على أن الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في رعاية الله وأمنه